النهاردة في بلدهم الثاني مصر في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين لللجنة المصرية الأردنية المشتركة واسمح لي دولة الرئيس في البداية أن أنتهز الفرصة لتهنئة دولتكم وأبناء الشعب الأردني بمناسبة قرب حلول طبعا عيد استقلال مملكة الأردنية الهاشمية الثامن والسبعين اللي ان شاء الله يحل 25 مايو الجاري واسمحوا لي في البداية أن أبدأ بأن أشيد بالعلاقات شديدة التمييز التي تربط بين بلدين بداية من القيادة السياسية للدولتين فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية هذه العلاقات الأخوية الشديدة التمييز تنعكس على علاقات الدولتين سواء من خلال الحكومتين في الدولتين وأيضا طبعا الروابط التاريخية العميقة بين شعبين والحقيقة أن هذه الدورة واسمحوا لي أن أثني وأشيد بانتظام ودورية انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة وحرص الجانبين دائما على أن تكون نتائج هذه اللجنة نتائج مثمرة وبناءة وتحقق الاستفادة المشتركة لبلدين ولكن اسمحوا لي أن طبعا في البداية أن ألقي الدوق أن انعقاد هذه اللجنة هذه الأيام بتأتي طبعا في على هامش طبعا وفي سياق الأزمة اللي بيمر بيها الإقليم وبتمر بيها المنطقة العربية وأزمة غير مسبوقة اللي بتحدث في قطاع غزة واللي بتمثل لبلدين على وجه الأخص طبعا مشكلة كبيرة جدا في ضوء الثوابط السياسية المشتركة واللي بتجمع بلدين بدعم الكامل لأشقائنا في دولة فلسطين وشعب الفلسطيني وإيمان دولتين بضرورة الوصول إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية والتي بيبنى على تبني إنشاء دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والحقيقة إن كل التحديات اللي احنا بنواجهها منذ يوم 7 أكتوبر الماضي حتى الآن ودخلنا الشهر الثامن من هذه الأزمة بتؤكد إنه لا يوجد حل لهذه الأزمة الغير مسبوقة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين وهذا الحل اللي الأمم المتحدة نادت به يعني منذ عديد من العقود والعالم كله كان بيتكلم عنه ولكن نعتقد إن بالرغم من الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة اللي بيمر بيها القطاع إن العالم الآن يعني بيقف على يعني خطوة مهمة جدا وهو ضرورة أخذ كل الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل وهذا المطلب اللي الجميع بيتكلم عنه ولكن النهاردة العالم يعني بيقف وكل الدول الكبيرة والعظمة يجب أن تعمل ويجب أن تؤدي دورها في تفعيل هذا الحل النهاردة كان لدينا يعني شرف في الصباح في لقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة الرئيس نقل لفخامته رسالة شفوية من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والحقيقة كل كان هناك تطابق كامل في الرؤى في حل هذه الأزمة الغير مسبوقة واللي أكدنا في خلال فخامة الرئيس أكد على موقف مصر الثابت برفض مصر الكامل للتجير القصري لأشققنا في فلسطين وعلى أخص من قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية سواء على حساب مصر أو على حساب الأردن لأن طبعا أن أي خطوة من شأنها فرض عملية التهجير القصري للفلسطينيين من قطاع غزة ممكن أن تمتد بعد ذلك لاحقا إلى فرض تهجير قصري آخر للفلسطينيين من الضفة الغربية وبالتالي تصفية كاملة للقضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية فكان لدينا التكامل والتوافق الكامل وفي رفض هذا التوجه وده اللي هو أعلاناته الدولة المصرية فخامة رئيس أعلانه منذ أول يوم لهذه الأزمة وأيضا جلالة الملك وكل تحركات الدولتين على هذا السياق وعلى هذا التوجه في دعم أشققنا في فلسطين ويمكن الحقيقة أنا أخط أخي دولة الرئيس بكل الدعم اللي قامت به دولة مصرية لأشققنا في فلسطين وده يعني شيء يعني إحنا بنقوم به من منطلق ثوابت مصرية عميقة في دعم فلسطين في هذه المرحلة وعلى مدار العصور الماضية وسنستمر في هذا الشهر فالحقيقة إن مصر كانت يعني بنؤكد إنها فتحة معبر رفح على مدار الساعة على مدار الأيام الكاملة منذ بدء الأزمة أكثر من 80% من الدعم اللي دخل لأشققنا الفلسطينيين كان من الحكومة المصرية ومن مؤسسات المجتمع المصري المدنية وأيضا مستمرين في هذا التوجه ولكن طبعا الظروف اللي حصلت في الأيام الأخيرة هي اللي بتعيق هذا الموضوع نتيجة للأعمال العسكرية الغير مبررة اللي حصلت فيه خلال الأيام الماضية من الجانب الإسرائيلي تأكدنا في هذا الموضوع إن إحنا حرصين ومصر بتبذل قصارة جهدها وأيضا الجانب الأردني على محاولة الوصول إن شاء الله إلى اتفاق من شأنه أن يعني يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وأن يكون هناك هدنة وأن يكون هناك بدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء هذا الصراع العسكري الغير مبرر والأزمة الإنسانية الغير مسبوقة اللي بيواجهها أشقائنا في قطاع غزة وأن يكون هناك خطوات جدية حقيقية لتفعيل الدولة الفلسطينية كما قلنا في خلال المرحلة القادمة بإذن الله يمكن هذا الشق طبعا كان بيحتل جزء كبير من النقاش بحكم هذه الأزمة يعني العالم كله بيواجهها ولكن دولتين بحكم طبعا يعني البعد الجغرافي هم المتأثرين بصورة مباشرة من هذه الأزمة ولكن أيضا طبعا كان لدينا الفرصة أن نتطرق لمنقشة العلاقات الثنائية بين بلدين وعلى الأخص سواء العلاقات الاقتصادية أو التبادل التجاري ويمكن توفقت أنا وأخي دولة الرئيس أن نحتاجين أن نزيد من حجم التبادل التجاري في خلال المرحلة القادمة التبادل التجاري على مدار الخمس سنوات الماضية متوسطه 600 مليون دولار أمريكي وده رقم يعني إحنا بنعتبره متواضع بالنسبة لإمكانيات بلدينا وهناك رغبة أكيدة لزيادة هذه الأرقام بصورة كبيرة جدا عشان تحقق الاستفادة المشتركة للبلدين وللقطاع الخاص في دولتين وللشعبين فيما يخص هذا الشأن فالحقيقة هناك كان اجتماعات لكل أعضاء يعني الوزراء المشاركين في اللجنة الوزرية المشتركة وكان هناك لقاءات ثنائية بين الوزراء على مدار اليومين وتم التوافق على العديد من الخطوات والرؤى لتفعيل هذا الموضوع في خلال المرحلة القادمة إن شاء الله ببرامج زمنية محددة واسمحوا لي هنا يمكن أن أثني على العلاقات الشديدة التميز اللي موجودة ما بين الجانبين في الحكومتين وإن الحقيقة ما بننتظرش لدورية انعقاد اللجنة ولكن هناك بيبقى تواصل لا أقول على سبيل المبلغة ممكن بيبقى تواصل يومي ما بين الوزراء في الحكومتين لحل أي مشاكل أو تحديات ممكن بتحصل في خلال العمل اليومي الروتيني وده اللي يمكن بينجح الحقيقة كل الحمد لله كل أعمال التبادل الاقتصادي والتجاري والنهاردة الحقيقة بنشهد طفرة كبيرة جدا في أعمال النقل واللوجستيات والسلع المختلفة ويمكن كل شغلنا الشاجد للفترة الجاية إزاي نزيد من حجم الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص في دولتين سواء في مشروعات في الأردن أو في مصر علشان فعلا تعود بالنفع على بلدينا في خلال الفترة القادمة مرة أخرى يمكن في نهاية كلماتي أحب مرة أخرى أن أوجه جزيل الشكر لأخي العزيز دكتور بشر خاصونا على اللي بلمسه فعلا من تعاون يعني غير مسبوق ما بين الحقيقة على المستوى الشخصي وأيضا الحكومتين وأنا وجهت له الشكر الحقيقة على ما يلقى العمال المصريين الحقيقة والعملين المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية من دعم ودائما على الرغم من وجود طبيعي وده شيء طبيعي العديد من التحديات والمشاكل ولكن دائما يعني بنرى كل التعاون والتجاوب من الجانب الأردني في حل مشاكل العمالة المصرية الموجودة ودائما العمل المصري مرحب به في المملكة الأردنية وإن شاء الله الفترة القادمة بإذن الله حتشهد المزيد من التغلب على أي تحديات بنعتبرها من العمل الروتيني الموجودة في هذا الشأن الحقيقة الأهم أن هناك يعني توافق كامل على أن احنا دائما يكون هناك زيادة في التعاون بصورة كبيرة جدا ما بين بلدينا وما بين الحكومتين وده منعكس ده زي ما قلت لحضراتكم على التواصل المستمر على مدار اليوم والساعة ما بين أعضاء الحكومتين واللي ان شاء الله حيستمر في الفترة القادمة مرة أخرى أخي العزيز يعني أهلا وسهلا بيك في بلدك الثاني مصر وكل الشكر والتقدير لحضرتك وللأعضاء الحكومتين وكل تمنياتنا للشعب الأردني بمزيد من التقدم والرخاء بسم الله الرحمن الرحيم دورة الأخ العزيز دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة أصحاب المعالي الوزراء من جمهورية مصر العربية من المملكة الأردنية الهاشمية أشقائنا وإخواننا في وسائل الإعلام المتعددة التي تغطي هذا الحدث حقيقة أنا أتشرف وأسعد بأن أكون في بلد الثاني مصر بمعية هذا الوفد لحضور اجتماعات أعمال الدورة 32 لللجنة الأردنية المصرية المشتركة العليا التي تمثل أنموذجا ناجحا بالمحتوى وبانتظام الانعقاد على مستوى العلاقات الثنائية العربية العربية وهذه اللجنة حقيقة تأتي دائما في إطار دورية انعقادها لتتوج تواصل أشار إليه دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدهولي على مستوى يومي ما بين الوزراء وما بين المسؤولين القطاعيين لتذليل أي عقبات أو أي تأخير يحدث فيما يتعلق بتطبيق الكثير من القضايا التي يتفق عليها ما بين الوزراء مباشرة والتي تستهدف بالدرجة الأولى تحسين بافاق العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع بلدينا وتعود بالنفع على شعبينا وتعظم الفوائد المشتركة والقواسم المشتركة التي نتمتع بها الحقيقة اسمحوا لي أن أبدأ بالقول بأنني تشرفت صباح هذا اليوم بأن نقلت رسالة شفوية من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن حسين المعظم إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت بعادة التأكيد على المواقف المشتركة التي يتبناها جلالة الملك وأخيه فخامة الرئيس المتعلقة بالرفض الكامل لإنتاج أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال التهجير القصري لأشقائنا في فلسطين في الضفة الغربية المحتلة في قطاع غزة إلى أي اتجاه خارج الضفة وخارج غزة وبأي اتجاه لأن هذا من شأنها أن يؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفياتها ومن شأنه أن يشكل حقيقة خرقا ماديا لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية وهو أمر سنتصدى له بالكامل وننسمح بحدوثه وأيضا في سياق العمل المشترك الذي يتولاه جلالة الملك بالتنسيق مع أخيه فخامة الرئيس السيسي والكثير من القادة العرب للتأسيس لوقف لإطلاق النار ولإعادة إنتاج الأفق السياسي غير القابل للعكس المفضي إلى أخذنا إلى مسار واضح ومحدد زمنيا تتجسد من خلاله أو يتجسد من خلاله حل الدولتين الذي يجمع العالم بأسره على أنه الحل الوحيد لهذا الصراع الممتد منذ سبعين عاما وحقيقة الناشئ عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا الاحتلال يجب أن ينتهي وأن نذهب إلى مثل هذا المسار السياسي الذي حقيقة ومنذ أكثر من عشر سنوات وجلالة الملك وفخامة الرئيس السيسي يشدداني ويؤكداني في لقاءتهم الدولية على ضرورة أن يكون هذا المسار السياسي مسار قائم مفضي إلى نتائج تتجسد من خلاله الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام سبع وستين وعاصمتها القدس الشرقية وفي إطاريها الجغرافيين في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة وأيضا الرسالة أكدت على ضرورة الاستمرار في الجهود الرامية إلى وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم والمجتمر على أهلنا في قطاع غزة والذي أفضى إلى استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني في غزة وإلى إصابات لأكثر من 70 ألف وإلى تدمير البنية التحتية للقطاع الصحي والقطاع التعليمي في قطاع غزة وإلى إنتاج حالة أصلت أهلنا في القطاع إلى شفير المجاعة التي كلها تشكل أعمال وأفعال مخالفة وتخترق وتخرق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي ومنظومة القيم الإنسانية الدولية التي يجمع العالم على قواعدها العامة والتي يجمع العالم على أنها يجب دائما أن تحترم وأن تطبق بالموضوعية وأن لا تقف على حدود جغرافية معينة وأن لا تستثني من انطباقها أي دولة لكونها مبادئ مضامنية متعلقة بحماية الكرامة البشرية وبإذن الله سبحانه وتعالى أن تنتهي هذه المحنة لأشقائنا في قطاع غزة وأن ننتقل إلى مثل هذا الأفق السياسي المغضي إلى تجسيد حل الدولتين وأيضا نقلت الشكر والتقدير والدعم والإسناد لجهود جمهورية مصر العربية الرامية إلى الوصول إلى اتفاق ليفضي إلى وقف إطلاقنا المشتدام ويسمح بتدفق المساعدات الإنسانية غير المنقطع إلى أهلنا في قطاع غزة كما ونوعا وتعرفون بأن جلالة الملك بالاتفاق مع فخامة الرئيس السيسي قد مارسوا ضغطا باتجاه إيجاد الكثير من الوسائل المبتكرة والتي لم تكن كافية لإيصال المساعدات الإنسانية أولا عبر معبر رفحة الذي دخل من خلاله الجل الأعظم من هذه المساعدات ولكن أيضا يعمل جلالة الملك بدأب على فتح جميع المعابر لتصل المساعدات الإنسانية إلى أشقائنا في قطاع غزة بشكل مستدام يعبر ويلبي احتياجاتهم وأيضا عبر وسائل المبتكرة مثل الإنزالات الجوية التي بطبيعة الحال لم تكن كافية فيما يتعلق بتلبية هذه الاحتياجات ولكنها كانت وسيلة ضرورية ووسيلة مبتكرة لكسر هذا الحصار المفروض على أهلنا هناك فخامة الرئيس كلفني بأن أنقل تحياته إلى جلالة الملك وأن أعيد التأكيد على تطابق هذه المواقف والعمل باتجاه تحقيق وقف إطلاق النار المستدام وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وغير منقطع وأيضا إلى ضرورة أن يتنبه العالم وأن يمنع أي عملية أسكرية وعدوان واسع على رفح لأنها ستشكل كارثة إنسانية لها ما لها من آثار وتداعيات يجب أن يعمل العالم وأن يتحمل العالم مسؤولياته بإزائها تطرقت لقاءاتي بعد ذلك خلال اجتماعات اللجنة المشتركة العليا إلى الكثير من أوجه التعاون الثنائي التي أشار إليها أخي الدكتور مصطفى مدبولي هذه لجنة استثنائية في نجاحها بالمضمون وبانتظام الانعقاد هذه اللجنة اتفقت على أن ينعقد منتدى لرجال الأعمال خلال الشهر القادم لتعظيم التبادل التجاري وأوجه التعاون المشترك ما بين القطاعين الخاصين في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وربما في اجتماعات اللجنة القادمة بإذن الله يصبح القطاع الخاص في إطار ما سيبتدئ به من هذا المنتدى بمسار موازي يحضر أيضا اجتماعات هذه اللجنة لنضمن الموائمة والتيسير عليه لنعظم التبادل التجاري الذي نستطيع بالقطع أن نقفز به إلى آفاق أرحب وأوسع وأيضا جرى الاتفاق على أن تجتمع الكثير من اللجان القطاعية بدأ من الأسبوع القادم وجرى التطرق إلى التعاون في قطاع النقل واللوجستيات والدور الكبير والهام الذي تلعب شركة الجسر العربي التي تشارك فيها الدولتين وأيضا إلى آفاق ربما العمل على توسيع طاقة وسعة الربط الكهربائي ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية إلى طاقة تصل إلى 2000 ميجاوات وأيضا فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي إلى الآفاق المرتبطة بالتعاون في مجال الألعاب الإلكترونية الجيمينغ وفي مجال نقل البيانات وهذا أمر أساسي أيضا ربما يكون له بعد هام فيما يتعلق بآلية التعاون الثلاثي ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وهي الآلية التي توليها قيادة السياسية في البلدين ممثلة بفخامة الرئيس السيسي وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين أهمية كبيرة وترى فيها وسيلة لتعظيم الفوائد على دولنا الثلاث وعلى شعوبنا وأيضا جرت تطرق خلال مباحثاتنا إلى مبادرة التكامل الصناعي التي تضم إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية أصحاب هذه المبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والتي ستنضم إليها دول أخرى وهذه حقيقة تشكل نواة تبدأ بقاعدة التكامل الصناعي ولكن لها آفاق رحبة قد تنقلنا إلى آفاق للتعاون الاقتصادي نحتاجها كثيرا جرى أيضا تطرق إلى أوجه التعاون في مجال الطاقة النظيفة والهايدروجين الأخضر يوجد تماثل وتشابه في الخصائص العامة الموجودة في جمهورية مصر العربية وفي المملكة الأردنية الهاشمية بإزاء الهايدروجين الأخضر وسائل الطاقة المتجددة وجرى توقيع مذكر التفاهم في مجال التعاون الإعلامي وهذا مهم جدا لأنه يسمح بأن يصار إلى التنسير والربط ما بين مؤسساتنا الإعلامية المختلفة ومع قطاع الإعلام الذي كان بديلا وأصبح الآن أساسيا وهو قطاع وسائل التواصل الاجتماعي التي بها أفاق رحبة تقرب المسافات وأيضا تنقل الرسالة بوضوح وتتصدى للإشاعة الهدامة الأداء العام للاقتصادين الأردني والمصري والإصلاحات الهيكلية التي نقوم بها وتقوم بها جمهورية مصر العربية أنا سمعت في أكثر من المناسبة بأنها كانت محطة الإعجاب والتقدير من قبل المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي نحن بدورنا أنجزنا بصدد إنجاز مراجعة أولى في برنامج التسهيل الإتماني الممتد الثاني الذي دخلنا فيه مع صندوق النقد الدولي قبل بضعة أشهر محققين الكثير من المستهدفات رغم التحديات الإقليمية التي أثرت علينا أثرت على دخلنا العام أثرت على دخولنا كان لها أثار تضخمية على أسعار النقل وعلى كلف التأمين والشحن واستطعنا أن نستوعب هذه التحديات وأن نسير قدما في إصلاحات اقتصادية هيكلية نابعة من الاحتياجات الموضوعية الداخلية وليس مملأ علينا من أحد وذات الشيء يستطيع على جمهورية مصر العربية الشقيقة التي نحييها على هذا الأداء الاقتصادي المميز خلال الأشهر الماضية والذي استطاع أن يلبي الكثير من الاحتياجات وأن يوصل مصر الكثير من البرامج الناجحة مع صندوق النقد الدولي ومع مؤسسات الاتحاد الأوروبي مجتمرون بالتواصل على مشتوى يومي ما بين مسؤوليننا عبر التواصل المباشر وليس فقط عبر آليات السفارات ونحل أي مشاكل أو إشكالات أو إعاقات بواسطة هذا التواصل المباشر والتكليف من دولة الدكتور مصطفى مدبولي وقبل ذلك التكليف والتوجيه من قياداتنا السياسية بأن نحلحل أي عقبات عبر هذا التواصل المباشر بدون أن ننتظر اجتماعات اللجان ولكن اجتماعات اللجان أيضا تخدم دائما استكشاف الآفاق التي تستطيع أن تنقل العلاقات الثنائية أو العلاقات في إطار ترتيبات مثل الترتيبات الثلاثية والتكامل الاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين إلى آفاق أوسع وربما تجعلنا نفكر أحيانا هذه الاجتماعات خارج الصندوق بما يحقق المنفع العامة لشعوبنا ولمنطقتنا ويعزز الاستقرار الإقليمي ويصل بمنطقتنا إلى أن تستطيع أن تصل حقيقة إلى البوتينشل الكامل الذي تستطيع أن تصل إليه والذي لن تصل إليه إلا بالتأسيس لاستقرار دائم لن يتحقق إلا بنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير قابل للتصرف وأولها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على أساس خطوط الرابع من حزارهم لعام سبع وستين وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين الذي يجمع العالم على أنه هو الحل الوحيد الذي يضمن الأمن للجميع ويضمن الأمن لجميع الشعوب وجميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل أشكرك دولة الرئيس على حسن الضيافة وعلى حسن الوفادة ودائما نشعر بأننا في بلدنا عندما نكون في رحاب مصر الطاهرة والعزيزة والرائدة والقائدة شكرا لك شكرا يا خيال عزيز شكرا شكرا